السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنعمل يوم تأثير الشاشة تلاحظون أن هذه بيكسلات وهي بيكسلات حقيقية فيها ألوان حقيقية وهي الRGB عادة لما أريد أن أصور شاشة من قرب ألجأ إلى الانترنت وأحمل تكستر مثلا أكتب سكرين تكستر فتطلع لي شاشة فألسقها فوق الصورة وانتهى الأمر لكن ليس مثل ما لو تعملها بمفردك به نفسك إذا أتيت إلى هنا تلاحظون أن النوت ستب سخير جدا وسهل جدا هذا الماسك الذي سأستخدمه للفصل بين الألوان أستخدمه للفصل بين الأحمر والأخضر هنا ثم أنقس منه واحد ثم استخدمه للفصل بين الأخضر والأحمر من جهة والأزرق من جهة وأدخله هنا هذه هي عبارة عن الخلايا نعم هذه الخلايا تلاحظون ثم بعدها أتي بيها إلى هنا وأعمل معها وانتهى الأمر نعم تلاحظون أن الأمر سهل جدا نبدأ الآن مباشرة أضغط أولا ممكن أن ينجح هذا التسجيل وأضطر إلى تسجيلها مرة أخرى نبدأ الآن مباشرة أحذف هذا بكل تأكيد أضغط سبعة ثم أكبره على الأس لكن ليس بهذه الطريقة أتي إلى أن هنا ثم أأتي إلى سكيل إلى الأكس وأضغط 16 على 16 على 9 16 على 9 هي الأسبكت ريشيو الخاصة بالصور التي تحطها في اليوتيوب نعم وفي كل شيء تقريبا هي الغالبة ثم الآن أضغط كنترول A وأضغط سكيل حتى أعمل تطبيق للروتيشن للوكيش للسكيل وهذا شيء لابد من عمله يعني مهم جدا أضغط الآن سبعة وأتي إلى شين ثم أضغط نيو أحذف هذا البرينسبول لا أريد لأنها شاشة ثم الآن أضغط Shift A Input Texture Coordinate ما سأفعله الآن أضغط كنترول شيفت حتى أتي إلى اليو في ما سأفعله الآن هو أني سأضرب هذا في رقم معين مثل 100 مثلا أتي إلى كونفرتر ذكتر مات وليس ذكتر مات لكن قبل المات Shift A كونفرتر سيبريت RGB أو XYZ لنقل XYZ ثم أخذ X وأضربها في 100 تصير الآن من 0 إلى 100 بعد ما كانت من 0 إلى 1 تصير الآن من 0 هنا إلى 100 هنا ثم بعدها أعمل أعملية تدعى الموديل على 3 الموديل هو أعملية رياضية نعم تجعل الرقم معين ثم كل ما وصلت إلى ذلك الرقم تعود إلى الصفر إذا أتيت إلى هنا مثلا فالموديل تأتي 012 3 تعود إلى الصفر 012 3 تعود إلى الصفر وهكذا نعم أضغط Shift D الآن وأتي بها إلى هنا وأحولها إلى موديل ثم 3 بكل تأكيد وتلاحظ النتيجة هذه أد Multiply Multiply الآن تتاحظون ذلك 012 تعود إلى الصفر 012 تعود إلى الصفر عند الثلاثة ثم بعدها مباشرة أضغط Shift D وأعمل عملية أخرى تدعى Snap Pin وهذه Snap Pin تجعل كل ما هو بين الصفر و 1 عبارة عن صفر ما هو بين الصفر و 1 و 2 عبارة عن 1 ما بين 2 و 3 عبارة عن 2 المهم وهي بهذه الطريقة تمثيلها بهذه الطريقة كل هذا عبارة عن صفر ثم تعمل Snap إلى 1 ثم كل هذا عبارة عن 1 ثم تعمل Snap إلى 2 ثم كل هذا عبارة عن 2 ثم تعود إلى الصفر لأن هذا عبارة عن صفر ثم كل هذا صفر كل هذا 1 كل هذا 2 ثم تعود إلى الصفر وهكذا نعم سأحذف هذا أريد أن أحتاجه الآن J أتي بهذه إلى هنا وأحولها إلى Snap ثم اجعلها سناب على واحد. اضغط هنا تلاحظون ذلك. الان حصلنا على ماسك الذي سنتحكم من خلاله في سنتحكم من خلاله في نعم انا ضغط افتنين افتنين يتحكم في الشيء الذي يسجل الشاشة لن اضغط لن اسمي اي شيء نعم هذا الماسك الان يمكنني ان اتحكم فيه في الوان ثلاثة الارجي بي اتي بها الى هنا ثم احول احول هذا الى احمر احول هذا الى اخضر نعم اتي بهذا اتحكم به هنا اذا ضغط كنت رأي شفت وضغطت هنا تلاحظون ان هذه كلها خضراء لماذا لان هذا الفاكت يقرأ كل ما هو بين السفر الواحد فقط ولا يقرأ ما اه فوق الواحد او ما تحت السفر كل ما هو فوق الواحد وهي هذه هذه عبارة عن واحد وهذه عبارة عن اثنين كل ما هو فوق الواحد يعتبره واحد اذا كل هذه بالنسبة اليه واحد لذلك فكلها خضراء الصفر احمر والواحد كله خضر اخضر المهم اذا ضغطت شفت دي الان وحولت هذه الى زرقاء ثم اتي بهذا الاخضر الاحمر الى هنا لا استطيع التحكم بنفس هذا الماسك لانها نفس الماسك وسيعتبر ان كل هذه عبارة عن زرقاء لذلك سأضغط شفت اي كونفرتر ماذ ثم انقص واحد اضافة نقص واحد هي نفسها انقص الواحد لذلك اضغ نقص واحد ثم اضعه هنا الآن بعد ان انقصت واحد كل ما هو سفر هذا تحول الى نقص واحد وهذا تحول الى السفر لانه كان واحد اما هذا فكان اثنين يتحول الى واحد اذا يصير هذا السفر والنقص سفر كلها سفر وهذا واحد لذلك اذا جعلته الان يتحكم في هذا كما تلاحظون فهو يأتي بالالوان الثلاثة المهم الآن بإمكاني أن أأتي مباشرة بالصورة والأمر الآن صار يعني شبه مقضي أأتي بالصورة أأتي بالـ V ثم أضغط Ctrl-Shift ثم أضغط هنا ثم الآن يجب فصل المكويلات اللونية للصورة بالطبع لن نتحكم في شيء بهذه الألوان ثلاثة الجامدة يجب أن نفس المكويلات اللونية للصورة Shift-A Converter Separate RGB ثم الآن هذا عبارة عن ماسك خاص بالأحمر لذلك أضغط Shift-D ثم أأتي به إلى هنا أحولها إلى Multiply وأضربه في الأحمر بحيث أنه كل ما كان أقرب إلى البيض وأقرب إلى الواحد يكون الأحمر كلي وكل ما كان أقرب إلى الصفر وأقرب إلى السواد بما أنه Multiply فهو ضرب صفر يتحول إلى الأسود الكلي إذن ما بين الأسود والأحمر هذا هو التدرج الجنون ثم الآن أضغط Shift-D وأحول هذه إلى أخضر كليا أأتي بهذه إلى هنا ثم أضغط Shift-D أحول هذه إلى أزرق كليا وأأتي بهذه إلى هنا إذا ضغطت الآن تكون ترى شفت ضغطت هنا هذا الخاص بالأخضر وهذا الخاص بالأحمر إذن حددها كلها وأضغط H وذلك لإخفاءها أضغط J ثم أضغط J ثم أأتي بهذا إلى الأحمر وهذا الخاص بالأخضر إلى الأخضر هذا الخاص بالأزرق إلى الأزرق ثم أضغط Ctrl-Share وضغطت هنا تلاحظون أنها الآن عبارة عن شاشة لا يظهر هذا بهذا الشكل إذا ضغط Shift-A Input Value وهذا اللي أتحكم في هذه لأنها مهمة جدا وتعتبر Resolution أدخلها هنا حول هذه إلى 2000 مثلا Resolution 20 بإمكاني أن أضغط Ctrl-G وأسميها Resolution لكن بما أني لا أستطيع أضغط F2 فمن أسميها هذه Resolution وتلاحظون النتيجة الآن تلاحظون أن هذه الألوان حقيقية يعني هذا الأبيض ينبغي أن يكون فيه كل الألوان مضاءة إذا أتيت إليه تجدون أن كل الألوان مضاءة هذا تلاحظون أن الأحمر غائب عنه كليا ومطفئ كليا لأنه لا أحمر فيه فيه الأخضر والأزرق هذا مثلا لو أتينا إلى شيء مثلا مثل هذا ينبغي أن تكون كلها تقريبا مضفئة نعم هكذا بأتي الطريقة لكن الآن يجب أن نصنع الخلايا لمن شاء أن يتم التوتوريول لمن شاء أن يتمها فهذه كافية نصنع الخلايا الآن تقريبا بنفس الطريقة Shift-A Converter Vector Math أتي بها إلى هنا أتي بهذه الـ UV إلى هنا وحولها إلى Scale ثم أتي بهذه نفسها أضربها في نفس هذا في نفس هذا حولها إلى 100 تضغط Ctrl Shift وضغطت هنا تتحولت من هنا إلى هنا 100 ومن هنا إلى هنا 100 إذا ضغط Shift D الآن وحولتها إلى Model بنفس الطريقة كلما وصلت إلى 1 تعود إلى الصفر تلاحظون النتيجة لكن ليست هذه بيكسلات التي أريدها أريد بيكسلات بحيث أن 3 هكذا في الطول تساوي 1 هكذا في الارتفاع لكن تلاحظون أن 3 هكذا لا تساوي 1 هكذا لذلك سأضرب هذه في 3 نعم تلاحظون أنها لا تزال 3 هكذا هي أكبر من 1 هكذا وهذا بسبب الـ Aspect Ratio هذه 16 على 9 لذلك يجب أن أضرب هذه 3 في 16 على 9 أضربها في 16 وأقسمها على 9 الآن صارت 3 هكذا 3 هكذا تساوي 1 هكذا نعم كأنها 3 ألوان المهم إذا الآن لكن لا أريد هذه النقطة نقطة الصفر أن تكون هنا عند الجهة اليسرى كما هو في العادة أريدها أن تكون في المنتصف لذلك أضغط shift D وأتي بها إلى هنا وأحولها إلى A هذه المرة ثم الآن أنقص 0.5 0.5 ناقص 0.5 نعم لكن تلاحظون أنها على الـ X هي جيدة هي في المنتصف تماما تلاحظون ذلك لكن على الـ Y هي هنا لأن هذه أكبر من هذه بثلاث مرات يجب أن تضربها في ثلاثة الآن لكن لا تزال لماذا بسبب الـ aspect ratio إذن بعد أن تضربها لا تجب أن تضربها مرة أخرى في 16 على 9 فتصل الآن في المنتصف تماما ثم الآن هناك كيف تقال شيء آخر في هذا الـ vector وهو رائع جدا وهو يحسب المسافة إلى المركز مركز كل ما كانت أقرب إلى المركز كانت سوداء كل ما كانت أبعد إلى المركز كانت بيضاء تلاحظون ذلك أضغط shift A أتي به إلى هنا وأبدأ برفع هذا تلاحظون أنها حصلنا على خلايا لكنها منضغطة وهذا بسبب أنها هكذا ثلاثة وهكذا المهم تلاحظون أن الـ aspect ratio وكذلك لأنها هكذا أكثر من هكذا فتلاحظون أنها منضغطة بإمكانك أن تضغط shift D تحولها إلى multiply ثم الآن تضغط الزر الذي يحذف الأحرف نعم multiply واحد أولا يجب أن نضربها في واحد حتى تبقى حتى تكون المعلومات الخارجة من هنا هي نفسها الخارجة من هنا مضربة في واحد ليس هناك أي شيء ثم الآن إذا بدأت أحرك هذا بدأت أنقصه تلاحظون أنها بدأت تتشكل الخلايا التي أريدها نعم ثم الآن أريد هذه التي في المنتصف هي البيضاء لأن في هناك مطاف سأعمل لها multiply على هذا أو بإمكاني أن أعمل لها لا لجب أن تكون multiply shift A color invert أعكسها تلاحظون ذلك إمكاني الآن أن أتي بهذه إلى هنا وأرفع هذه إلى هنا بهذه الطريقة ثم الآن أعمل لها multiply على هذا ثم أحولها الآن إلى multiply وأرفع الفاكت إلى 100% أضغط J ثم تلاحظون النتيجة نتيجة رائعة جدا تلاحظون أنها الخلايا إذا رفعت الـ resolution إلى 2000 مثلا تلاحظون النتيجة نتيجة رائعة جدا لكن قد تبدو جيدة لكن إذا ضغط control shift ثم ضغطت هنا تلاحظون أن هذه أكثر وضاءة من هذه وهذا بسبب ما بين الخلايا هنا ما بينها سوداء كليا أما هذه الصورة فكل شيء فيها عبارة ألوان وجدت أنك إذا ضربتها مثلا في ثلاثة ونص أو أربعة إلى أربعة ونص ستكون الأمور جيدة أأتي إلى هنا shift a color mix وأأتي بها إلى هنا وأحول هذه إلى multiply ثم أضربها في أربعة مثلا RGB أحولها إلى RGB أحولها إلى أربعة وأرفع هذه إلى الواحدة إذا ضغط control shift وضغطت هنا سنلاحظ أن التغير شبه مع دومش طفيف جدا ليس هناك تغير كبير نعم تلاحظون الآن أننا حصلنا على تأثير الشاشة وهو تأثير حقيقي جدا pixelات حقيقية لإمكانك دائما أن تختبر هذا بنفسك عن طريقة تتحدث صورة shift a texture image texture تأتي بها إلى هنا وتربطها بال UV بنفس الطريقة تضغط new تتأكد من الألفة محددة ثم تأتي إلى هنا وتجعل الألفة صفر هنا ثم بعد ذلك تضغط OK ثم تربط الآن هذا shift D إلى هنا تحولها إلى mix وتربط هذا وهذا وتربط هذا هنا أو نعم نعم وبتأكد تجعل الألفة هذا الألفة هو الفاكت هنا هتلاحظون النتيجة بإمكانك الآن أن ترسم فوق هذه الصورة عن طريق تحديدها تضغط ctrl tab وتأتي إلى texture paint تأتي إلى هنا وتحولها مثلا إلى البيضاء ثم تبدأ بالرسم وتلاحظون ذلك تأكد من أن هذه إذا رسمت بالأبيض ثم بعد ذلك رسمت بالأحمر الأحمر أرسم بالأخضر الآن لأتأكد ثم أرسم بالأزرق الآن وإذا اقتربت الآن تلاحظون النتيجة النتيجة أن كل ما هو أزرق يشغل فيكسلات الزرقاء كل ما هو أخضر يشغل الخضراء كل ما هو أحمر يشغل الحمراء وكل ما هو أبيض يشغل ثلاثة وهذا دليل على أنها فيكسلات حقيقية هذا كل شيء لليوم إذا أعجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق الشيط يعني إمكانك أن تعلق هذا كل شيء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته